السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا شباب؟ معاكم رشيد ومقطع اليوم رح أفحص زيت القير للمازدة طبعا أغلب الناس يحسبوا أنه ما في عيار زيت للمازدة من هنا وما تقدر تفحصه إلا من تحت لكن في الحقيقة المازدة حط عيار الزيت تحت علبة الفلتر الحين حفق علبة الفلتر وأطلع عيار الزيت حق القير ونفحصه هل يحتاج تغيير ولا لا طبعا لما تبغى تفحص زيت القير لازم يكون عندك شيئين أول شيء أنك السيارة حارة وطالع فيها مشوار قبل لا يزيد عن 10 دقائق وتكون واقف في مكان مستوي عشان العيار يطلع معاك مصبوط 100% حنفك أول شيء علبة الفلتر الهواء تمام كده فكينا علبة الفلتر وهذا هو عيار الزيت نأخذ العيار مرة ثانية تمام الحين نرجع العيار للمكان لا إستمر الجدال وتعرض للمكان المشوارات ولكن من التحرير لأنه يجب أن تنبيق سيحسن المشوارات زمن المشوارات لقدم جمع المترجم للقناة المترجم للقناة تمام شباب كده نكون فحصنا زيت القير زي ما لاحظت عندي زيت القير لونه اسود لكن معياره كويس يعني مو ناقص ولا زايد تمام فزيت عندي يحتاج تغيير لان اصلا انا ماشي عليه تقريبا 95000 بدون ما اغيره زيت القير عادة يجي لونه احمر مايل للوردي فلما تشوف لونه احمر غامج هذا يعني انه زيت جيد ولما يكون لونه احمر مايل للبني هذا يعني انه زيت قديم ويحتاج تغيير ولما تشوف انه لون الزيت اسود وفي ريحة كلتش فهذا يعني انه عندك مصيبة جوا القير فلازم تشوف فني قبل لا تغير زيت القير وكده يكون انتهى مقطعنا اليوم اذا استفدتم المقطع عطوني لايك ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وعطوني اراءكم بالتعليقات كان معاكم رشيد والسلام عليكم